السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلب ثلاثة سنة وربي تكونوا بخير وبصحة وسعادة رجعنا لكم تاني بفيديو اه حل مهم جدا جدا على المضارع التام والمضارع التام المستمر بس قبل ما نبدأ اعمل لايك بالفيديو ولو انت مشترك اشترك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة وشارك الفيديو مع اصحابك تقديرا للمجهود اللي بعمله واجتب تحت في التعليقات للسلوجان بتاعنا او حقق حلمي انا شخصي يعتمد عليه انا استحق حلمي انا اقدي المسئولية وملتزم تجاه هدفه تمام نبدأ مع بعض على طول بسم الله اول واحدة طبعا ده في كتاب جينيوس نيو جينيوس اللي نزل على الانت لو كتبت بس الوحدة السبعة اه انجيزي تالتة سنوية نيو جينيوس هيجي لك على طول الورق ده اطبعه او خلي معك بداف وانا انصحك انتك تطبعه احسن يبقى ورق معك اه وتابع معايا انا شرحت في فيديوهات اللي فاتت الكلمات اه وحالنا عليها وان شاء الله فيديو الشرح بتاع الجرامر ده بيترفع الوقتي واده الحل بتاعه هرفعه بعض على طول تمام نقول بسم الله بقولك هنا في النهاية او في الاخير產 ان اصبحنا اي هي لو اطبعه ايا شباب ها ها have been solving I have solved I have been solved I have yet been solved تعالى نستبعه يا شباب اولا have been solved ده مبني المبقيه وده فاعل فدمش هتنفع تمام اول حاجة كده تالي حاجة have yet been solving yet بتقيه في جملة المنفية ف�ادي برضو ايه مش هتنفع. بقى عند ايه يا شباب? المضارع التام المستمر والمضارع التام. هي هتبقى المضارع التام. ليه بقى يا شباب? لانه هو في النهاية. في النهاية. يعني هنا بركز على النتيجة. بركز عليه يا شباب النتيجة. ان اللي خلاص انا حلت المشكلة. هنا خلاص يا مشكلة في النهاية. انما لو قلت ده مستمر. مستمر. انما هو خلاص انا حليت المشكلة. اللي بعدها بقول لك جاك هاز تو جيت هز بوك ببليشد فور ايجيس باط. سو فار اه هاز سيد ياس. بقول لك جاك ايه? طبعا يبقى يحاول جاك حاول كتير ان هو ينشر الكتاب بتاعه لصور كتيرة جدا وقت كتير جدا حاول ينشر الكتاب. باط سوفار لكن حتى الان محدش راضي ياخد الكتاب بتاعه. يبقى هنا ايه? هو كان ايه اه بيحاول يعمل الكتاب ولسه بيحاول ومحتمل ان هو يحاول في المستقبل. يبقى مضارع تام مستمر. فيه مضارع تام مستمر? اللي هي هاز بين ايه يا شباب? تعال نشوف اللي بعدها. بقول لك هنا. رقم تلاتة بقول لك اه 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 ها انت ثاءة وانت هناك يعني اه 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 معنى اه 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 بو اه 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 معزة الجملة هي مسلا مامت بتدور عليه في بتقول له هو انت هنا بنعمل لف عليك او رابح ساعرك في كل مكان. مش هتنفع ان دي مبني المجهول فمش هتنفع في الماضي ايه التام مش هتنفع. اه ده الماضي المستمر برضو ايه? مش هتنفع. ما فيش حدسين. احنا اقول لك. وايه? ده تبقى يا شباب. لان هنا هي بتتكلم بتركز على بتركز على الحدس. بتركز على الحدس اللي هو ده نعملها ادور عليك او ابحث عنك في كل مكان. فهنا هي ركزت على ايه يا شباب. على الحدس. ركزت على الحدس. مش ركزت على نتيجة الحدس. مركزتش على نتيجة الحدس. اه. هنا بيركز على ايه بقى? ها? على عملية الشراء? ولا على تمام الحدس اللي هو اشترى وخلاص? بيركز على ان هو اشترى. يبقى يبقى يا شباب. او هاتبقى 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 اشترى. مش هينفع اي حاجة متنين دول. تمام? اللي بعد كده بقول لك رقم خمسة. اه شارك مبلول. ها? ها? been swimming. never swim. been swim. swam. او اه. swam. ها? have you been swimming? ليه? لان هنا هو بيسأله عن الحدس. بيسأله عن الحدس. have you been swimming? your hair looks wet. شعرك مبلول. يبقى انت اكيد كنت بتستحمى او كنت بتصبح. تمام? البيان مش هينفعه. تمام. بقول لك هنا رقم ستة. اه. the dog anything all day. اه. he must be hungry. هو اكيد جعان. يبقى هو ايه شباب? مكلش طول اليوم. اول ما تشوف all day ده اه. اعرف اللي هي مضارع تم مستمر. في المضارع تم المستمر? ها has been زائد الverb i n g. has been زائد الverb i n g. تمام? رقم سبق or اه فارز. ما فكر نحط قمى هنا. تمام? اه اه انا ايه? العفاريت والساحرات والجنيات. ها. هجاب لك الفعل believe. جاب لك الفعل believe. i had never been believing مش هتنفع. ليه? لان believe يا شباب ما بتاخدش i n g. معناها هيعتقد. مش هتنفع. i have never believed. اه. هي هتبقى i have never believed. لان ايه? believe. لا تأخذ i n g. تمام? وده مش هتنفع لانها مبني للمجهول. وده مش هتنفع لان believe in g. يبقى تبقى مضارع آآ مضارع التام بسيط. مضارع التام بسيط مع الافعال التي لها تاخذ i n g. so what? recently anything interesting حاجة. اي حاجة مثيرة او اللي هي مدهشة او حاجة كويسة يعني. بيسأله هنا انت بتعمل ايه في الايام اللي فاتت. اه. ها. فاي حاجة مدهشة او اي حاجة اه اللي هي مثيرة. what ابقى? have you been done? have you done? have you been doing? have you been have you been doing? لا sorry. you have been doing? what have you been doing? يبقى تبقى ايه يا شباب? ها. تبقى ايه? هتبقى what have you been doing? ليه يا شباب? لان هنا هو بيقول له anything interesting حاجة اه اللي هي مصرصة محمد مدهشة. يبقى هو بيسأله عن حاجة هو بيعملها. what have you been doing? انت بتعمل ايه? الفترة اللي فاتت. او لك fantastic news. they to buy the house. اغبار جميلة هم ايه? انه ما يشتروا البيت. have agreed was agreeing have been agreeing had agreed. اولا agree ما بتاخدش اعي انجي. اجري ما بتخدش اعي انجي. تمام? يبقى تبقى ايه يا شباب? have agreed. نتيجة. نتيجة للحدث. نتيجة الايه? للحدث. بيقول لك هنا اخبار جميلة هم اشتروا خلاص قرروا او اتفقوا على شراء المنزل يبقى خلاص اتفقوا دي نتيجة اه الموقف اللي حصل بين هاد اجريد ده ماضي تام من نجدها بخالص رقم حشنا بيقول لك هنا انا سامع اللي انت شغال في الماركت بتاع المدينة او انا شغال هناك ايه من شهر يبقى هو ايه لسه شغال يبقى هو لسه شغال الحدث بدأ ولسه مستمر محتمل يبقى تبقى ايه هاف بين لا واحد يقول لي تمام مستر اهي ممكن يقول اه المضارع المستمر اللي هو المضارع المستمر بس مش المضارع التام المستمر هقول لك المضارع المستمر بيتكلم عن شيء لحظي بيحصل في لحظة الكلام لحظة الكلام مش الاحداث الطويلة المستمرة زي العمل ده تماما قولك هنا هاي اه لان هاي اولا بتجي مع المضارع التام وبرضه هاي اهها لو لنك ممكن تجي مع المضارع المستمر اللي هي تقول لي يا مستر المضارع المستمر لتقول مصر طب ليه ما خطش دي لان ده ما بيجيش في الاستمرار verbi to be state of verb اللي هي افعال الحالة اللي لا تأتي في الاستمرار افعال الحالة لا تأتي ايه في الاستمرار فمش هتنفع دي بتبقى have you been الدكتور بالك قد ايه دكتور رقم اه محمد اتناش هبقولك some people think that sheikspere بعض الناس بيعتقدوا ان sheikspere a lot in Germany have been traveling has been traveling ولا traveled ولا has been traveled ولا has traveled ها هي هتبقى has traveled ليه اولا has been traveling ده مستمر ماناش دعو بيش كسبير ماد وخلاص has been traveled has been traveled ده مابلين مجهول ماناش دعوة sheikspere هو الفاعل هو اللي سافر مش هتنفع اللي معناها ماضي لانه مذكر لكش وقت حدوث الفعل فاخلنا ايه have has traveled. رقم دلاتتاشر. ايه when? when did the accident happen? when had the accident happened? when had the accident been happening? when was the accident happened? انا قلتلك في الشرح قبل كده بتاع المراجعة ان وين بتجي مع اي شباب? مع الماضي البسيط. فين الماضي البسيط يا شباب? بالاخر كده عشان ما نتكلمش كتير. ده الماضي البسيط. دد والفاعل والايه? والمصدر. دد والفاعل. والمصدر. تمام? تعالي نشوف رقم اربعتاشر هي ايه في الويليتشيرز يعني كرسي المتحرك لمدة او بقالها ثلاث سنين. ايه has been being was being had been being ولا has been. انا هاختار has been. ليه? لان being ما بيجيش يعني ده بيجيش في الاستمرار زي ما قلنا. be لا تأتي في الاستمرار زي ما بنقول. تمام? i have never math. i have never a math. been understood. ده مبنين مجهول مش هتنفع. misunderstand. ده مصدر مش هتنفع. understood تصريف ثالث او هتنفع. been understanding او مش هتنفع ليه? علشان understand لا يأتي في الاستمرار. understand لا يأتي في الاستمرار. يأتي ده من افعال ادراك زي ما انت عارف. فمش هتنفع في الاستمرار انها هتنفع في البسيط. يبقى مضارع تام بسيط. رقم ستة اشعر بقول لك هنا. مستر محمود is a journalist. هو شغال صحفي. he a lot of interesting people. بيعمل ايه مع ال interesting people اللي هي الناس مهمة وكده. has interviewed has been interviewing interviewed. ها هو لسه journalist. ويعمل مقابلات مع ناس ايه? مهمة. او ناس مثيرة. اكيد هو هو عمل. واكيد لسه بيعمل. واكيد هيعمل في المستقبل كمان. يبقى مضارع تام مستمر. فعل بيجي في الاستمرار العادي. ما فيش اي مشكلة اللي هي يجري مقابلة. تعال نشوف اللي بعد كده. بقول لك هنا رقم سبعتاشر. ماسك اللي هو المسجد. ده. منذ القرن الايه? الاتناشر. المبنى ده. او المسجد ده. في المكان ده. او في الموقع ده. منذ القرن الاستاشر. عايز الفعل استاند بقى. او اقيمة. ها استود ولا هاز استود ولا هاز بين استاندنج ولا واز استاندنج. اولا واز استاندنج. مضارع ماضي مستمر ماضي مستمر مش هتنفع. تمام? عندنا سينس. يبقى الماضي البسيط مش هينفع. تمام? بقى عندنا يا شباب. هاز بين استاندج مضارع تام مستمر وعندنا هاز استود مضارع تام بسيط. هناخد نهي. هناخد المضارع التام المستمر لان اول المبنى من زمان المسجد من زمان ولسه موجود. ومحتمال اللي هو يفضل في المكان ده لفترة في المستقبل. دي المرأة التالتة للعربية بتاعتي تتعطل الشهر ده this month. اعرف اللي هي مضارع تام على طول. اولا ما لك this morning this month. دي مش عارف ايه. مضارع تام. تمام? يبقى has broken. my car has broken down this month. عربية اتعطلت الفترة دي. تمام? دانجوف right now I am a student. الان انا طالب. accounting for nearly two years. بدرس accounting اللي هي المحاسبة تقريبا المدس هاتين. ها. right now I have been studying. والله I started. والله I have started. والله I am studying. for ولحد السلسة مستمر ومحتمل يستمر الحد آآ في المستقبل كمال يبقى يا شباب. have been studying. ليه مش studied ده ماضي خلاص انتهى. I have studied studied. لأ انا بركز على النتيجة هنا اللي انا بزاكر. لأ انا بركز على استمرارية ان انا بدرس. تمام? I am studying. وقتلك في الحاجات اللحظية. الحاجات مش اللحظية. الحاجات اللي بتقى ايه بتقى مستمرة وقت الكلام. مش المسافات الطويلة دي. رقم الشين بقولك. you look well. انت تبدو جيدا. have you more recently? هل انت بتتضرب? آآ او اخذت يعني حصص تطريبية مؤخرا. آآ never been taken. مش هتنفع هنا. هو بقول انت قويس فاكيد خد. taken have you taken? ولا have you been taken? مبني المجهول? لا مش هتنفع. ولا have you taken? have you been taken? هتبقى الايه يا شباب? المبني? المضارع التام المستمرة علشان? آآ هو بركز هنا على هو بيسؤاله عن تمام? رقم آآ واحد وعشرين بقولك you are wet. انت مبلول. what have you been doing? what have you done? what have you been done? what you have done? اولا what you have مش هتنفع. لان لازم يكون هاف في الاول. ثانيا you have been done هنا بيسأله ده مبني المجهول فمش هتنفع. have you done? مش هتنفع. ليه? ليه مش هتنفع ماضي? مضارع التام. مش هتنفع مضارع التام بس. هقول لك علشان هنا هو بيسأل عن الفعل اللي هو عامله. او ايه اللي انت كنت بتعمله علشان تبقى مبلول. فهنا هو التركيز على ماذا كنت تفعل? مش على ايه اللي انت عملته او تمام الفعل. تمام? بيسأل عن الفعل اللي كان بيحصل. مش على نتيجة الفعل. تمام? رقم اتنين وعشرين. امال امال بتقول شاب. which sells newspaper and magazines. بتقال لها really? where is it? امال ايه? بولك امال افتتحت محل اللي بيبيع جرائد ومجلات. هاد بين اوبند? هاز اوبند? ولا هاز بين اوبنينج? ولا هاد بين اوبنينج? هتبقى ايه شباب? هتبقى مضارع التام بسيط هنا هاز اوبند. اللي ايه شباب? علشان اه اوبن مش هاتيجي في الاستمرار. اوبن مش هاتيجي في الاستمرار. اوبن لا تأتي في الاستمرار. وهنا برضو اه ده ماضي مستمر. ماضي تام مستمر مش هتنفع. وهنا اه هاد بين اوبند اللي هو مبنين مجهول في الماضي 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 التام مش هتنفع برضو. اي انا بحب اكسندرية. اسكندرية. انا ازورتها تلات مرات الاسبوع ده. السنة دي. قال لك رقم. طيب ما قال لك رقم يا شباب. ما قال لك رقم اعرف ان هو مضارع التام على طول. فين بقى مضارع التام? have visited. ايه يا شباب? مضارع التام. ايه. طبعا? على طول. او ما تشوف رقم مضارع تماؤتو. رقم اهو. ها في المضارع التام يا شباب. ها. اه هي هاز هاز افر تيكن هاز يد تيكن يد مش هتنفع طبعا. انت عارف. هاز افر بين مستمر. لا مش هتنفع. عشان هنا باخد معاها المضارع التام اللي هو ده. هاز افر تيكن طبعا دي اه مش هتنفع لان افر ما متجيش معاها المستمر. ده المضارع المستمر العادي. مش مضارع التام المستمر. رقم خمسة وعشرين بيقولك ايه اللي هي الدراسات انا عايش في نيويورك. انا عايش فين يا شباب? في نيويورك. ومحتمل ان اعيش لحد مخلص الايه? بتاعتي الدكتورة بتاعتي. تمام? رقم خمسة فهنا بركز على العيش. تمام? رقم ستة. تا عشرين بقولك. اي. تن كيلو مترس. اه. تن كيلو مترس. يبقى ده ايه? حدد رقم. هنا رقم يا شباب. بقى ايها مضارع تام بسيط. مضارع التام البسيط. هاف وقت. مغير ما تفكر. هاف وقت. اذا مضارع التام مستمر مش هتنفع. لا. عشان في الرقم. الارقام والكميات الاعداد تأتي مع المضارع التام البسيط. المضارع التام البسيط. هاف هاز زيادة التصريف التالت. تمام? رقم سبعة وشرين بقولك. الاطفال مرهقين لانهم. طول النهار. ها. هاد بين بلاينج. هاد بلايد. هاف بين بلاينج. ولا هاف بلايد. ها. طول النهار وهم مرهقين. يبقى هما اللعبه. طول النهار. قلتلك بتاخد معها. هاف بين بلاينج. المضارع التام المستمر. مضارع التام المستمر. تمام? اللي بعدها بيقولك اه تشيلدرن وير تايرد. الاطفال كانوا مرهقين. لانهم ايه? لابطول النهار. ها. يبقى يا شباب هاد بين بلاينج. ده ماضي تام مستمر. ماضي تام ايه يا شباب? مستمر. هقولك انا. ده ماضي بسيط. تمام? ده ماضي بسيط. وده نتيجة حصلت في الماضي البسيط. الاستمرار حدث تاني قبله. في الماضي التام المستمر. يبقى ماضي تام مستمر. استمر الفترة. ونتج عنه ان الاولاد كانوا ايه مرهقين. تمام? تمام. ايه بعدها تسعة عشرين بيقولك اي هاسبتل. اي هاف افرن بين هيتنج. اولا هيت. فاللي يقرح لا يأتي في الاستمرار. يبقى ده مش هتنفع. ده مش هتنفع. تمام? ده مبني المجهول. مش هتنفع عشان بين. يبقى تبقى ايه شباب دايما بقره المستشفيات. اعطول كده عشان ايه ما نخش وقت كتير. بقولك رقم تلاتين بقولك اه هي تكون مرهقة هي مرهق. اه هو مرهق. لانه ايه? اه دي بالزبط زي دي بالزبط. يبقى ايه شباب? لانه كان لانه جويرة كتير. لانه هاس بين كان بيجري كتير. بركز هنا على الفعل مش على النتيجة. انت باين عليك مرهق. اعمل له ياس. ايه فروم تن this morning until five o'clock. انا كنت بجري من الساعة عشرة الصبح لحد الساعة خمسة ايه بالليل. انتين five o'clock. تبقى هنا ايه شباب? هاد رون ولا هاز اه هاز بين روننج اولا دي مش هتنفع لان اي ما بتاخدش هاز. تمام? ممكن تنفع هاز رون مش هتنفع لان الوضع ما بتاخدش هاز. ها هتبقى يا شباب. ده معنى ان الفترة دي انتهت. تمام? ده معنى ان الفترة دي او فترة الصبح انتهت. ليه? لان عشرة لحد خمسة. يعني اكيد انتهت من عشرة الصبح لحد خمسة اكيد المغرب يبقى فترة دي انتهت. يبقى الكلام بعد بعد الفترة دي. يبقى الفترة دي كانت في الماضي. الفترة دي كانت ايه? في الماضي. وذكر لك الوقت بتاع الماضي. ذكر لك الوقت من الى. من كزا حتى كزا. يبقى ماضي تم مستمر. ماضي مستمر. يبقى ماضي مستمر. هي لفة شوية بس هي هتبقى ماضي مستمر. لان طبعا. آآ عايز حدسين. وفي شغل حدسين. واحد هنا. اوكي. طبعا نشوف لبعضها. اتنوات هاتين بقول لك هنا جان لوكس بري طايرد. جان لوكس بري طايرد. هي هز ليت اجين. هي اه وورك طبعا بدأت تشتغل بقول لك هز بدأت تشتغل متاخر تاني. هز هي هز اه بين لوكينج. ووركد اه سوري هاد شي هز هز شي بين ووركينج واحد نهايس. سوري. آآ هز شي بين ووركينج ليت اجين. بدأت تشتغل متاخر تاني. مش هتنفع. مش هتنفع لان ابركز على الحدس اللي هو مستمر بدأت تشتغل متاخر تاني. ده طبعا مبني المجهول مش هتنفع. رقم تاتو تاتين بيقول لك. مستر سامي تعبان من سنين. هو لن يكون سوري. هو لن يكون قادر على العمل لبعض الوقت. لان هي بركز على النتيجة. النتيجة اللي هو مش عرف يشتغل لفترة. واولا كمان اللي بي ما بتاخدش اي ان جي. اه بي ما بتاخدش اي ان جي. طبعا? اللي بعد كده تلوفوني اي ووركينج اجين. بدأ يشتغل تاني. اه لا تأتي في الاستمرار. لا تأتي في الاستمرار. لا تأتي في الاستمرار. يبقى تبقى مضارع. مضارع تام. مضارع تام الشباب. اه خمس وقت هاتين هنا بيقول لك. اه اين دان? اعمل له هي. to the post office. he will be back soon. هو ايه الراح يعني. البوست على طول. has gone to has just gone. has just gone. تمام? لقيني رسها هناك. تعالي نشوف اللي بعد كده. بيقول لك هنا في هذه اللحظة. هتختار ايه? ها هستبقى كده تهت سواني. انا ايه? بشتغل بجد في هذه اللحظة. انا لقى لك في هذه اللحظة وانا قلت لك الحدث المستمر في لحظة الكلام بتاخد مضارع بسيء. اه مضارع مستمر فقط. مضارع مستمر فقط. لا مضارع تام مستمر ورا ماضي تام مستمر ولا مضارع تام ولا حاجة دي. تمام? بتركز بقى. رقم سبعة واشت. سبعة وقت هاتين بقول لك هم? بشتغل بجد. الفترة اللي فاتت. دي مش هتنفع طبعا. دماغين مبني المجهول مش هتنفع. مش هتنفع. عنا بتكلم يبقى بكركز على الحدث. يبقى تمام وقت هاتين بقول لك هالبول لسه نايم او نايم? لا اصلا ده نايم من امبرح الساعة عشرة. لا مش حاسمها هزي سليبت? لأ مش هتبقى مضارع اه تام ليه? عشان حدث لسه مستمر نايم من الساعة عشرة ولسه محتمل اللي هو ينام اكتر يبقى هزي سليبت مش هتنفع لان اه ده مبني المجهول. تمام? في المضارع البسيط مش هتنفع. تساعدين بقول لك اكرم اكرم اي اه يقود لمدة ستة شهور. ما قيل له اي انا عارف. هو لسه ما اكتس اختبار القيادة حتى الان. ده معنى لهو لسه بيشتق شغال في تعلم السواقة. هز اريدي بين لرنينج. هز لرنت. هز اريدي لرنت. هز مستمر. هو ايه? مستمر يبقى هز بين لرنينج. هز بين لرنينج. اوكي? طيب ليه ما اخدناش هز اريدي بين لرنينج. ده مع انت لو قلت هز اريدي بين لرنينج خلاص هو اتعلم. هو خلاص اتعلم السواقة. لنما هنا لسه الفعل مستمر. رقم اربعين. اه. الان الحكومة. اش هتقدر او طرفة طب ما جابلك يبقى طرفة ان هنقول الفعل بس عنا نكمل معنى وبعدين نشوف اللي اخترني. طرفة ان ان هي هتكون قادرة فقط ان هي تجمع نص الضرائب المخططة اللي هي تجمعها. يا سلام. نصها بس. ده بتجمع اضعف ولا حاجة. ما علينا رب انت ولا انا. اه حكومة ايه? ادمت شباب يعترف. طبعا عارف ان فعلا يعترف لا يأتي في الاستمرار. وطالما لا يأتي في الاستمرار يبقى هيجي في البسيط. تعال كي نشوف ما بعض. الحكومة ده مابنين مجهول. فده مش هتنفع. has been admitting. ده مضارع تم مستمر مش هتنفع. admit لا تأتي في الاستمرار. is being admitted مش هتنفع. يعني ازاي is being ده? ده يا شباب اوضع مساء الله زي محمد. ده مضارع مستمر في المبني المجهول. مضارع مستمر في المبني للمجهول. يبقى has admitted. ها? فمش هتنفع. لان الفعل admit يأتي في البسيط مش في الاستمرار. تمام? رقم واحدة واربعين. they speak Arabic very well. وباكل معربي كويس جدا. they in Egypt for almost ten years now. عشرين في مصر. اه تقريبا لمدة عشر سنين حتى الان. have been living. have lived. will have been living. ما تكلمش عن مستقبل خالص. باكل مش هتنفع. are living. ها? ده معنى ايه? for هاي شباب. طبع قبلك now. يبقى ايه? have been living. have been living. فعلي بدأ. روز مستمر. ومحتمل يستمر في المستقبل كمان. اكي. رقم دين واربعين. my uncle is painting his house again. عمي بيدهن. البيت بتاعه تاني. انا اقول له again تاني. he at three times this year ready. ده هو دي هنا تلت مرات السنة دي. بالفعل. تلت مرات. يبقى مضارع ايه? تام. تلت مرات. يبقى مضارع تام عدد. يبقى مضارع تام كمية. يبقى مضارع تام. فين المضارع التام? يبقى هي. هي هاز تصريف تالت. هي هاز تصريف تالت. هي هاز تصريف تالت. باي? باي مش هنفعها. رقم تاتة واربعين. do you know a tale of two towns? قصة المدينتين. نقول له I ate but I don't remember much about it. انا قرأتها. طبعا عندك ريد هنا. انا قرأتها بس ما عرفش مش فكر كثير عنها. I had been read. I had been read. مش هتنفع. ده مبني المقهول. I have read. انا قرأتها. I have been reading. I am reading. هو خلاص بقول قرأها بس مش فاكر حاجة عنها. هي وخلاص هو خلصها. بركز هنا على النتيجة اللي هو قرأها. الفعلي معاش مستمر خلاص. ربار بين I set the table. please. ها. انا طبخت اه حطوا الترابيزة يلا. ها. هنا بتكلم عن النتيجة ولا استمرارية الحدث. هي هنا خلا هي لما تقول جهزوا الترابيزة. يبقى الحدث لسه مستمر الطبخ ولا خلاص خلصت? خلصت. يبقى كده بتكلم عن النتيجة. مش عن استمرارية الحدث. يبقى مدارع تام. فين المدارع التام? هافو هذا في التالت. هافو هذا في التالت. دي مش هتنفع علشان الحدث خلاص. النتيجة بتكلم عن النتيجة اللي هي خلصت. الحدث معاش مستمر خلاص. خمسة اربعين I that's why the is such a mess. لذلك المطبخ بيان عليه فوضوي. ها. هنا دي يا شباب المطبخ فوضوي. ليه? نتيجة للقوكينج. نتيجة للايه? للقوكينج. يبقى انا عايز اقول ان نتيجة للقوكينج انا ايه? الطبخ يعني المطبخ بقى واحش. هنا انا بركز على ايه يا شباب? بركز على ايه? على استمرارية شيء في الماضي. عن استمرارية شيء او شيء كان مستمر بركز على الحدث اللي لسه حاصل. آآ وكان سبب في نتيجة او استمراره كان سبب في نتيجة في الحاضر. يبقى هتبقى مضارع تام مستمر تاني. نتيجة او استمرار حاجة نتكد عنها حاجة في المضارع. استمرار فعلي في الماضي نتكد عنه حاجة في المضارع. يبقى استمرار الطبخ نتكد عنه ايه? ان المطبخ بقى ايه? وحش. رقم ستة واربعين. آآ انا آسف انا متاخر جدا. آآ مش هتنفع. ده ما بني المجهول. ده ما بني المجهول. كم مرة او كم عدد مش هتنفع اصلا لانها كم عدد مش هتنفع اصلا خالص. انت بواقف بالك قد ايه? مش هتنفع. لان بتأتي مع المضارع التام المستمر. انت واقف بالك قد ايه? هو كان واقف ولسه واقف. وممكن يوقف كمان شوية يقول له استنى مسلا مرة حاجب ايس كريم واقي. تمام رقم ستة واربعين ولك. ايه ان انترستنج فيلم ده يسير. انا مش هتنش ايه افلام يعني حلوة السنة دي. ايه انت سينج اولا سيه ما بتجيش في ايه انجي. وازن تسين. ده مش مبنين مجهول. كان مش هان مبنين مجهول. حفينت. بين سينج. سينج لا تأدي اي انجي. هفينت سين. ما شفتش افلام حلوة السنة دي. رقم تانية واربعين. انا عارف عشر سنين. ما قلوه حسن. انا لسه مقابلها الاسبوع اللي فات. ده معنا له عارفها. عارفها من فترة ولسه عارفها لحد الان. و ايه? عارفها لسه في المستقبل. او حد يقول اللي بقى ايه? مضارع تم مستمر. اه هتقول له يا مستر ده هو عارفها ولسه عارفها وهيعرفها كمان في المستقبل فتاخد اي انجي ومضارع تم مستمر. لا يا شي دي. هقولك ان فعل لا يأتي في الاستمرار. فعل لا يأتي في الاستمرار. عايزك تبقى الربط تدينه كلها بعدها كده. يبقى هاف نون. اي هاف نون. بقى عندي اتنين. لو وصلت لنهاية الفيديو دي فانا بحييك جدا. وصلت للمقطة دي فانا بحييك جدا. و ربنا يبارك فيك ويوفقك. عايزك بقى تحليل الاتنين دول في الواجب. اه تقول لي تكتبهم في تعليق. الحل بتاعهم الصح. جملتين بس واجب. عشان اعرف اللي انت متابع معاه الفيديو. ولو محدش عمل. فربنا اعاوض علينا بقى في في الوقت اللي احنا عملنا ده كله. وربنا وفاكم ان شاء الله. وما دنساش تكتب. انا اقدر احقق حلمي. انا شخصي اعتمد عليه. انا اقدر اتحمل المسئولية. انا استحقق حلمي. اه. وربنا وفاكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.